هو العرش اللي فوق الكوكب هو العرش ايه؟ ايه هو؟ اه هو انا ما شفتوش يعني انا شخصيا ما شفتوش وكمان في الشريعة ما قالوا الناش ايه المادة اللي معمولة منه العرش لكنها معمول من حاجة من لؤلؤ من المرجان من الدهب من الفضة من البلاتين من الجواهر من الألمزات من الزمرض يعني معمول بطريقة مبهرة انت عارق مبهرة ازاي؟ يعني اول ما تشوفوا كده يعني تشعر بانك قدام حاجة عظيمة جدا حاجة كبيرة قوي حاجة فخمة جدا 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 فتشعر بنوع من أنواع الأمن والخشوع كده جواه طيب اتفضلي اه هو القرش اتعمل ليه؟ اتعمل لأن ربنا سبحانه وتعالى رسم الدنيا على وضع معين ايه الوضع ده؟ ان فيه عوالم عالم منهم عالم الأرض اللي احنا فيها دي حواليه مجرة مجرة يعني ايه؟ يعني مجموعة ضاخمة جدا من الكواكب الارض بتلف والشمس ايضا بتلف هي التانية وحواليها حوالي دلوقتي تسعة عشر احداشر كوكب وراها منطلقة في الفضاء نحو نجم اسمو فيجا علشان تلف حواليه وبعدين الشمس الارض بتلف والشمس بتلف يليس حوالين ايه؟ حوالين العرش حوالين العرش ده الحاجات دي بقى كبيرة جدا اول ما تشوفيها بالتليسكوب شفنا حاجات غريبة جدا الكون الدايرة دي منها حاجات مرصودة بعننا شفناها ومنها حاجات لسه ما شفناهاش مش قادرين نشوفها بعيدة قوي الدايرة دي منها حاجة اسمه الكون المرصود يعني الكون اللي احنا شايفينه قد ايه الكون المرصود ده؟ تلاتة وتسعين مليار سنة ضوئية يعني يجري بسرعة قوي قد ايه؟ تلتمائة الف كيلو في الثانية الواحدة يعني من هنا لغاية مرصة مطروح ناخد ثانية ثانية طيب وما لياخد في الديئة قد ايه؟ حاجة كتير طيب الشمس بعيدة عننا تسعين مليون كيلو ولا حاجة تاخدها في ايه؟ في ثمان دقايق طيب اذا كانت الشمس دي البعيدة قوي قوي الضوء بياخدها في ثمان دقايق وما لدول كام؟ تلاتة وتسعين تلاتة وتسعين ايه؟ مليار ايه؟ مليار الف مليون تلاتة وتسعين مليار ايه باديئة؟ لا سنة الله تلاتة وتسعين مليار سنة ده المرصود الكون بقى الدائرة كلها خمسمية خمسة وسبعين مليار طيب معنى كده لو أسمنا خمسمية خمسة وسبعين على تلاتة وتسعين يطلع ايه؟ ستة يعني ستس الكون شايفينه وخمس تسداس الكون مش شايفينه لسه لسه قدامنا كتير وما أوتيتم من العلم اللي بيلف حوالين العرش فالعرش ربنا عمله مخلوق عظيم جدا مبهر علشان لما نعرف شأنه ونعرف أن الله سبحانه وتعالى خهره واستولى عليه أم يبقى نعرف وهو القاهر فوق عباده أم نجي سجدين لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر